نبتدي مع أساتف الفاضلي أستاذ حمد فضل كلمة عندك طول عمرك أبو علي يعني كفيتني عن كلمة ما فيك حيلة نواف هذه كلمة بو خالد وهو يستهلها نواف يستهل الخيري بو خالد الله هذا النص وهذا الحضور وهذا الشعر وهذا النضوج الشعري والفكري الله أكبر وهذا الطرح الجميل يليغ بنواف التركي للأمانة أنت من الأسماء الجميلة اللي مرت علينا في جولة شعر المليون الله أكبر وها أنت تثبت هذا التألغ وهذا التمييز وهذا الإبداع من خلال هذا النص يعني من مطلع القصيدة استاهل الله يطلع أماركم الله يطلع أماركم يستاهل نواف فعلا يعني دخولك تقول مريم عسى لك بالليالي مقام وقال كان استجد الوجد ماني مقيم القناعة موجودة أيضا التفاؤل موجود في هذا النص أيضا نضوجك الشعري واضح جدا ومتناثر الصور الشعرية بين أبيات القصيدة عجبني البيت اللي تقول العابرين بفضاء الله قوم كرام وهو تشبيه جميل جدا لمن هم على حالتك أعتقد لذا فكف الزمان بغربلتهم كريم صورة جميلة جدا خليني أدعو ثلاث أيام عد وتمام وأقلب ردائي وناجي توظيف أيضا للحديث أنه قلب رداء للاستسقاء والمطر كان التوظيف جميل جدا الختام كان مسك ونأخروني وكنت المسك قبل الختام تسلطنت لك مقاماتي بصوت الرخيم فانستدرتي فهونا نكلنا للعديم وانستخرتي تلقيتك بقلب عظيم أنت اليوم عظيم شعر عظيم لا يطلق الأمر فيها أبيات أربعة طقة الصدر بس أربعة أبيات هي قالوا لي أربعة أسمعها يليت والله ما ينشبع من شعرك يا نور يا حبيبي بخالد يقول حنت على عدة القصيدة الطواريق في كنة القيض استدارة تلاوي ونازبون الشعر لوصلة الريق أدن اليا وردن غزير رهاوي ونازبون الشعر لوصلة الريق أدن اليا وردن غزير رهاوي مطلعي النائف بروس الشوهيق وعيني مغازيها بعيدة حراوي حضرت والشرها على مثل يتليك وأنا علي تصلح كبار الهقاوي كاف كان مسكر ختام هذا المسائح شكراً يا أبو خالد نواف النص بالفعل جميل وأنا سوف أعلق على جانبين فيه الجانب الأول اللي هو بناء أكل النص كيف بنى الشاعر هذا النص طبعاً من اللافت هنا أنه الشاعر شخص شخص آخر في القصيدة اللي هو أثماه مريم قد يكون حقيقي وقد يكون غير ذلك لكن المسألة هنا مسألة البناء الموضوعي والفني للقصيدة بأنه أتى بهذا وهذا أسلوب طبعاً معروف في الشعر العربي وقد جاء به الشاعر على خير طريقة أنه يستحضر شخصية أخرى ويناقشها ويدير حوار معها وغالباً هذا الحوار يكون خاضع للشاعر يعني لم نجد مريم هنا تتحدث ولكنه يضع الكلام على لسانها لو قلت هي لم تقول ولكنه يفترض فهو يفترض السؤال ويرد بالجواب وذلك نوع من التنويع أنه هناك من يناقش هناك من يأتي بأطراف الحديث من هنا وهنا وهذا الحقيقة أنه أسلوب جميل في إصطناع يمكن أن تكون شخصية واقعية حقيقية وجودة ممكن جداً أشو ملتزم الصمته لا تعليقه تبني أهلق يعني يتحرش ليك بخالب مريم لها أكثر من وجه ووجهها يعني شعر إذا ضيقت وضاك لذا أعطيته ساعة التسعة هم قلوبهم خضر عشان تدي يسألونك أنا ما رحت للمنحة هذا كلين يرى الناس بعين طبعاً كلكم حالة وبركة كلكم أنا قلت يمكن بنيتك ولا شيء لا 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 الله يحفظ بنات الناس هذا الأسلوب الذي أتحدث عنه أسلوب ثاني كذلك اللي لاحظنا في هذه القصيدة وهو أسلوب كذلك جميل وهو التناص غير المباشر مع النص القرآني يعني كثير جداً من هذا وجدناه في هذه القصيدة بمعنى أنه يأخذ من القرآن الصورة والعبارة ولكن ليس بحذافيرهما وإنما يستقي من النص القرآني استقاءاً مثل لما نقول فلا تهزين عذق الذكريات ولم يأتي بأطراف الصورة التي أتى بها القرآن الكريم انتقى منها شيئاً يناسب موضوعه ولكنه ذكرنا عندما نمر بهذا المقطع أو هذا البيت نتذكر الآية الكريمة والصورة التي أتت هناك طبعاً هذا ماذا يفيد؟ أولاً يفيد في أنه يكون نص لأنه النص القرآني لا مثيل له وهو الأبلغ وهو المعجز هو يستمد منه هذه القوة كذلك يتذهب الصورة بناء إلى بعيد إلى أبعاد التي أشار إلى القرآن الكريم بالتالي فيتسع المجال للشاعر لكي يقول فعلى ذلك في مناطق من القصيدة كثيرة جداً فلا تهزين مثلاً لو يسكنوا للأراضي لما قال أنه أسكنوا الأرض مثلاً لما قال وانفخ لكم الروح برضاً معروف هذا في عظم الكلام الرميم كذلك هذا فيه تناص غير مباشر فيه مثلاً تتبع مشاعر فيه كل وادي يهيم في المسك قبل الختام طبعاً أنا أقول أنه هذا تناص غير مباشر لأنه ليس بحذافيره وليس كما ورد في الآية القرآنية إنما هو استقى منه واستفاد من إشعاعه شكراً لك يا نواف شكراً يا دكتور مشكور يا أخي نواف شاعر مميز من أيام الجولات وما تزال مميزة بهذا النص وهذا الحضور الجميل وهذا التفاعل أيضاً المميز مع قصيدتك وتوظيف حادثة مخاض سيدة مريم عليه السلام بعناصر الحكاية التي وردت في القرآن الكريم جاءت في هذه القصيدة بشكل مميز ومختلف وملفت كان الاختلاف ذكي من ناحية التوظيف هذا وإذا أهدينا نتحدث عن حادثات سيدة مريم عليه السلام نتحدث عن غير عن أيضاً ما أشار له أبو نزار بخصوص النص القرآني وتوظيف رموز من النص القرآني ولكن حتى من من الدين بشكل عام من ناحية المناسك مثلاً يعني وجود مثلاً أتحدث عن صلاة الاستسقاء أو بعض رموزها وعناصر تشير إليها وتدل عليها وغيرها من الدلالات الدينية الواضحة في هذه القصيدة وكانت موظفة بشكل ذكي قوة النص أشوفها أيضاً جاءت من خلال التماسك اللي موجود فيه من مطلع القصيدة إلى الخاتمة هناك رابط سلس بين البيت والبيت مع كل بيت كنت تقوله وتخلص منه كان ينكشف المعنى شيئاً فشيئاً إلى أن يتضح في آخر القصيدة يتجلى بشكل واضح جداً وعندك ما شاء الله قدرة عجيبة على أنك تخلق أو أنك خلقت في بعض الأبيات إدهاش شعري صورة غير متوقعة فيها ابتكارات جميلة أنا أحييك وأشكرك على هذه القصيدة الله يبدي شكراً أستاذ صدان وشكراً لكم أستاذتنا الكرام وأكيد الشكر موصول لشائرنا نواف التركي الظهيري بيض الله ويكي نواف ما قسرت شكراً لكم